وعلى قدم وساخ تتواصل جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير طريق الكباش بالبر الشرقي بمدينة الأقصر طريق الكباش الأشهر والأقدم في العالم يستعد لاحتفالية عالمية لإعادة إحيائه تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقترب مدينة الأقصر من حدث عالمي يضاه احتفالية نقل المميوات الملكية في القاهرة إنه حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني بعد انتهاء اللمسات الأخيرة من مشروع إعادة إحيائه أحد أهم المشروعات القومية في المجال الأسري والسياحي الذي يضمن للأفواج السياحية رحلة ممتعة بين التراس والحضارة الفرعونية القديمة بطول 2700 متر وعرض 76 مترا بدءا من معبد الأقصر بكورنيش النيل حتى معابد الكرنك التاريخية مشروع أسري عالمي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا ويتابع خطوات تنفيذه على قدم وساق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي طريق الكباش الأشهر والأقدم في العالم يضم على جانبيها 1200 تمثال على شكل أبو الهول برأس كابش والكابش هنا يرمز للإله آمون لحماية المعبد وفقا للمعتقدات المصرية القديمة ونحتت هذه التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي ذات كورنيش نقش عليه اسم الملك وألقابه ممر عالمي لم يسبق له مسيل ولكنه تدمر بفعل عوامل الزمن ومرور آلاف السنين إضافة إلى التعديات المحيطة وبات على ذلك الوضع حتى وجهت الدولة أنظارها إليه وقررت إحياءه بمشروع قومي عالمي في عام 2017 برعاية الرئيس سيسي ويستهدف استكمال الطريق وترميمه وإزالة التعديات كرنفال احتفالي ضخم تتزين محافظة الأقصر استعدادا له ويتابعه العالم عن كثب ليضيف نقطة مضيئة في سجل الحضارة المصرية التي أسسها الأجداد وحماها الأحفاد بكل إخلاص